ببعض الله ومعني وصلتم إلى المدينة نعم لما وصلنا إلى المدينة كان ذهني معلقا بالأمر نعم ما شاء الله على كل حال فروحت إلى بيته وقلت متعرفا عليه بأن معي فتوى له وأود أن أقرأ هذه الفتوى عليه لأستفسر عن الأشياء فيها هذا المدخل يعني نعم فبدأت أقرأ فلما قرأت سطرين أو سطرين أو سلاة فقال هذا الكلام لكني لا أعرف ما أخذه مني نعم لأن بدينا أخذه منه ضيوف عابرون حجاج في وقت الحج فعلى كل حال الشيخ بنى الفتوى على أصل عظيم في فن أصول الفقر وهو الصبر والتقسيم والصبر والتقسيم ثاني قسم من تقرر أوصاف بحصر الحكم وذلك أن القائلين بأن وذلك أن الذاهبين إلى أن الصلاة في الطارق لا تصح ذكروا أوصافا عدة للمصلي فيها مع هذه الأوصاف لا تصح الصلاة شرعا له لا تصح الصلاة شاء الله حسب الفهم الفقه فشيخ خسر هذه الأوصاف نعم من هذه الأوصاف أن المصلي في الطائرة أن القبلة لا يكون مسامتا للقبلة بل يكون القبلة الكعبة نازلهم فكذلك فكذلك هذا من الأوصاف للمصلي في الطائرة نعم وإذا كان لا مسامتا له للقبلة عند الصلاة أو للقعبة عند الصلاة وهو بعيد جدا أيضا عنه فكيف تصح الصلاة فيه رائعا ثم هو المصلي في الطائرة يكون بعيدا عن مكة لا سيما يجاوه من بلاد أخرى يكون بعيدا عن مكة فكيف يعرف أن أنه في صلاة مستقبل القبلة نعم إذا لم يسأل ربان أو لا لا فمثل هذه الأوصاف يبلغ ستة حصر على الشيخ ثم كر عليها واحدا بعد آخر بالنقض وأنه لا أصلح واحد منها أن يكون مانعا لصحة الصلاة في الطائرة إن شاء الله نعم ونقضها من النقض الشيخ لبعضها أن المسامتة للقبلة عند الكعبة للصلاة فيه حصل فيما تقدم أن الصحابة صلوا على جبل أبي قبيس والمحتشاء وصدوا عليه هكذا يرفع هذا هذا الوصف الذي يظن أنه يقتل يرفع هذا يرفع هذا الوصف أنه لا يتمسك به وعما القبلة أي جهة القبلة هو في الطائرة يقول الشيخ الأظهر كما قال صاحب مختصر الخليل الأظهر جهتها اجتهادا أي إذا كنت بعيدا جدا عن مكة أو عن القبلة تشتهد في اتجاهك إلى جهة القبلة ولا تقول ولا يطلب دينك أن تكون متوجها إليه تماما هكذا ما بين المشرق والمغرب إذا أظهر جهتها اجتهادا وهكذا نقض هذه الأوساط الستة التي إذا وجد في المصلي في الطائرة لا تصح صلاته مع هذه الأوساط ومن ذلك أنه قال الصلاة في الطائرة الطائرة تكون على الهواء والهواء إذا بلغ مئة درجة من درجات الحرارة انقلب إلى ماء فتكون الطائرة على الماء على هذا بالطائرة والصلاة في السفينة بالصلاة في السفينة السفينة الماء نحن نبدي الغيوب نعم ومسها ذكره هكذا لكن وجاء بأدلة أخرى مثلا لأنه قاس الطائرة على السفينة ما رأيته والصلاة في السفينة مجمع على صحتها فيه مجمع على صحتها فيه نعم وهكذا فهو بيّن لي هذا الأصل هو الصبر والتقسيم وراحني كثيرا رأيته وسألت عن مسائل أيضا في منها المسائل لما اجتمعت به منها هذا القبض نعم لأنني جيته وأنا أرسل لأنه المذهب وكان شيخ يرسل في الصباحات نعم فرضا ونخلع هذا منها مما سألت عنه عندما اجتمعت به أول ما اجتمعت به فبيّنني كلاما زيدا في هذا واسترخت إليه وقبضته وأنا على قمنا سنشاء سنشاء شكرا